بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اعزائي طلابي وحبايبي طلاب مدرسة عشتار الصفة الخامس الابتدائي شانكم اعزائي ان شاء الله تكونون بخير وبصحة وعافية اليوم مادتنا العلوم راح نكمل وياكم دروسنا السابقة اللي اخذناها قبل نصف السنة سوف نكمل مسيرة دراستنا ان شاء الله ويايا ابقوا راح نبدى نشرح اليوم موضوعنا تكمل لما سبق واخذناه سابقا طبعا اليوم هو يوم الاربعة الموافق دعش ثلاثة راح نكمل درسنا لمادة العلوم موضوع درسنا راح يكون توزيع البحار والمحيطات على سطح الارض حبايبي طلابي بهذا الدرس وفي نهاية هذا درسنا اليوم يجب ان نكون قادرين على ان عدنا عدة نقاط يجب ان نكون قادرين على استيعابها وحفظها وفهمها خلال هذا الدرس اول نقطة اقارن بين مساحة الماء على سطح الارض ومساحة اليابسة اصف تضاريس قاع البحار والمحيطات اصنف قاع المحيط حسب عمقه ابين كيف يمكن قياس قاع المحيط اصف تضاريس قاع البحار والمحيطات وكذلك اصنف قاع المحيط حسب عمقه وابين كيف يمكن قياس قاع المحيط اصف تضاريس قاع البحار والمحيطات اصف تضاريس قاع البحار والمحيطات عن تضاريس الموجودة على سطح الارض يعني اهم ايضا عندنا جبال وسهول وديان في قاع البحار برأيكم سوف نتعرف في درسنا هذا عن كل هذه الاشياء ونجيب عن هذا السؤال اقرأ واتعلم الفكرة الرئيسية تشكل البحار والمحيطات تقريبا ثلاثة ارباء سطح الارض يعني نسبة المياه والبحار والمحيطات من مساحة الكلية لسطح الكرة الارضية هي ثلاثة ارباء يعني تقريبا واحد وسبعين بالمية من المساحة الكلية لسطح الكرة الارضية وليقيعان المحيطات تضاريس كالتي على اليابسة شوفوا هنا جواب للسؤال كيف الاحظ واجيب اذا قال لنا انه هل تختلف تضاريس البحار والمحيطات عن تضاريس اليابسة هنا نجاوبنا هذا السؤال قال لنا ليقيعان المحيطات تضاريس كالتي على اليابسة يعني ايضا سهول جبال وديان وسوف نتعلمها في هذا الدرس يمكن قياس اعماقها عن طريق صد الصوت يعني يمكن اقيس اعماق البحار والمحيطات عن طريق صد الصوت لاحظ عزيز الطالب هنا قايل ما البحار والمحيطات يتكون سطح الكرة الارضية من اليابسة والماء احنا كنا نعرف انه سطح الكرة الارضية بجزئين جزء ماء وجزء يابسة تشكل المياه 71% تقريبا من المساحة الكلية لسطح الكرة الارضية هنا نذاكر انه نسبة المياه من المساحة الكلية لسطح الكرة الارضية تقريبا تشكل 71% هاي شنو من 71% هي نسبة المياه من المساحة الكلية لسطح الكرة الارضية يعني تقريبا ايج قد رح يتبقى من هاي النسبة يعني اذا كانت نسبة المياه 71% من المساحة الكلية لسطح الكرة الارضية ايج قد رح يتبقى رح يتبقى تقريبا 29% هاي النسبة 29% تمثل نسبة اليابسة من المساحة الكلية لسطح الكرة الارضية اذا ذكرنا او قارننا بين نسبة المياه واليابسة مثل ما قالنا بالبداية تدرس انه لازم اقارن بين مساحة المياه ومساحة اليابسة على سطح الكرة الارضية اذا نسبة المياه اذا نسبة المياه 71% تقريبا من المساحة الكلية لسطح الكرة الارضية و29% وما تبقى من مساحة الكرة الارضية هو يابسة تمثل المساحة الباقية القارات يعني النسبة 29% اللي احنا قلنا يابسة رح تمثل لي شنو القارات تقسم المياه حسب حجمها الى بحار ومحيطات اذا رح تقسم المياه حسب حجمها الى نوعين الى قسمها القسم الاول اللي هو البحار والقسم الاخر اللي هو المحيطات اقدر اذكرها كفراغات او تعداد وراح اجدى اتعرف على كل قسم من هاي الاقسام البحار اردى اعرف تعريفها لازم نحفظ تعريفها اللي هي تجمعات مائية كبيرة تمثل الجزء الذي يحيط باليابسة اكرر البحار هي تجمعات مائية كبيرة تمثل الجزء الذي يحيط باليابسة إذن التجمعات المائية التي تحيط باليابسة سأسميها البحار توجد ثلاثة أقسام من البحار إذن عندي ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام من البحار سأتعرف عليها القسم الأول هو البحار الخارجية سأتعرف على كل قسم من هذه الأقسام القسم الثاني البحار الداخلية والقسم الثالث هو البحار المغلقة لاحظوا إياه هنا عزيز الطالب كل قسم من هذه الأقسام وشنو خصائصها البحار الخارجية تكون متصلة بالمحيط مثل شنو مثل بحر العرب إذن عندي مثال على البحار الخارجية هو بحر العرب ولي يكون متصل بالمحيط البحار الداخلية تتصل بالمحيط ولكن بواسطة قنوات إذن عندي بحار خارجية وبحار داخلية بحار خارجية متصلة بالمحيط مثل بحر العرب والبحار الداخلية أيضا تتصل بالمحيط ولكن بواسطة شنو بواسطة قنوات مثل البحر الأحمر والبحر المتوسط إذن عندي أمثلة على البحار الداخلية اللي هو البحر الأحمر والبحر المتوسط أما البحار المغلقة اللي هو القسم الآخر من أقسام البحار تكون محاطة باليابسة من كل جانب يعني تختلف عن البحار الخارجية والبحار الداخلية اللي تكون متصلة بالمحيط هنا البحار المغلقة لا تتصل بالمحيط وإنما تتصل باليابسة من كل جانب مثل منه؟ مثل البحر الميت إذن لازم أني أعرف عزيز الطالب أقسام البحار ما هي أقسام البحار؟ توجد ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام بحار خارجية بحار داخلية وبحار مغلقة بحار خارجية مثل بحر العرب يكون متصل بالمحيط بحار داخلية تتصل بالمحيط ولكن بواسط قنوات مثل البحر الأحمر والبحر المتوسط القسم الآخر اللي هو القسم الأخير البحار المغلقة مثل البحر الميت متتصل هاي البحار المغلقة بالمحيط مثل ما ذكرنا بالبحار الخارجية والبحار الداخلية وإنما تتصل باليابسة من كل جانب نكمل عزيز الطالب أن هنا تكملت البحار والمحيطات كمنا البحار راح نجي الهسة للمحيطات شون تعريف المحيطات؟ المحيطات هي مساحات مائية شاسعة تمتد مياهها من المناطق الجليدية الموجودة في المناطق القطبية إلى المياه الدافئة الموجودة في المناطق الاستواية إذن هي مساحات مائية شاسعة كبيرة جدا بحيث تمتد مياهها من المناطق الجليدية الموجودة في المناطق القطبية إلى المياه الدافئة الموجودة في المناطق الاستواية إذن هنا عندي تعريف لازم أني أحفظه اللي هو المحيطات ذي عندي عدة أنواع من المحيطات الرئيسية ما المحيطات الرئيسية الموجودة في العالم؟ عندي أول محيط هو المحيط الهاتم وعندي المحيط الثاني المحيط الهندي المحيط الهندي وعندي المحيط الثالث المحيط الأطلسي والذي يشمل المحيط المتجمد الشمالي إذن النوع الثالث من المحيطات الرئيسية هو المحيط الأطلسي إذن هذه أنواع المحيطات الرئيسية الموجودة في العالم نحفظها ونعرفها اللي هي المحيط الهادي المحيط الهندي والمحيط الأطلسي اللي يقايل تتصل مياه المحيطات ببعضها ببعض دون حواجز تفصل فيما بينها إذن المحيطات متصلة مع بعضها البعض بدون وجود حواجز تفصل فيما بينها نانا هذا الجدول لاحظ وياي الجدول للإطلاع اسم المحيط والعمق والحجم من طنيات للإطلاع بس نانا إحنا عدنا بالأفكر وأجيب بالتلخيص ذاكر ليرتب المحيطات من الأكثر عمقا إلى الأقل فإنما نلتجي لهذا الجدول نشوف أكثر محيط عمقا نبتدي هو قالنا من الأكثر عمقا يعني من الأكبر محيط عمقا اللي هو المحيط الهادي اللي يبلغ عمقه 3940 بالأمتار ومن بعد المحيط الهندي ومن بعد المحيط الأطلسي حسب العمق إذن المحيط الهادي هو الأكبر عمقا والمحيط الهندي اللي يبلغ 3840 متر والمحيط الأطلسي اللي 3580 متر هو الأقل المحيطات عمقا بالتفكير الناقد سائل ماذا يحدث لمياه البحار والمحيطات لو نعدمت الجاذبية الأرضية زين أنت عزيز الطالب برأيك لو نفقدت أو نعدمت الجاذبية الأرضية ماذا يحدث للمياه البحار والمحيطات؟ فكر شويه زين إحنا بطبيعة الحال من اللي يثبت الأجسام أو يثبتنا إحنا على سطح الكرة الأرضية غير وجود الجاذبية الأرضية فلو عدمت الجاذبية الأرضية ما رح يبقى مياه بالبحار والمحيطات كلها رح تنتشر ويعني شون تنفقد هذه المياه ما رح يبقى شيء يجذبها ويثبتها في البحار والمحيطات إذن رح تتطاير وتتناثر إلى خارج الغلاف الجوي